السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرة لهذه اليوم قواعد الموازنة العامة وللموازنة العامة أربع قواعد وهي أولاً وحدة الموازنة اثنياً سنوية الموازنة ثالثاً عمومية أو شمولية الموازنة ورابعاً توازن الموازنة وقد وفق المفهوم أو الفكر المالي الحديث قد حصل تطور على هذه القواعد وخاصة قاعدة سنوية الموازنة وتوازن الموازنة سنوها وتوضيح هذه التطورات التي حصلت واستعراب لهذه القواعد بشكل تفصيلي من خلال محاضرتنا لهذا اليوم أولاً وحدة الموازنة ماذا نقصد بوحدة الموازنة نقصد بها أن تدرك جميع نفقات الدولة وإرادتها في وثيقة موازنة واحدة موازنة واحدة تعرض على مجلس النواب ليتم مناقشتها إضافة ولا يخرج من هذا وجود من هذا الإطار وجود موازنات استثنائية حنحاول توضيحها ليش أو شن الهدف من أن الموازنة تعرض بنفقاتها وإرادتها بصورة موحدة على البرلمان أو الجهات التشريعية لأجل إجازتها أو الموافقة على تنفيذ بنود هذه الموازنة الهدف من الناحية المالية أن تطبيق هذه القاعدة يسهل معرفة المركز المالي للدولة من قبل السلطة التشريعية لأنها ممثل الشعب تريد تعرف الموقف المالي للدولة الحكومة قدرتها على إدارة أمورها المالية إدارة المشاريع من خلال الموازنة وفقارات الموازنة ومن خلال إراداتها ونفقاتها ممكن تعرف السلطة التشريعية الموقف المالي بالنسبة للدولة أما من الناحية السياسية فمهمة اطلاع المجالس النيابية أو السلطة التشريعية على الموازنات من خلال مراقبتها ومعرفة آلية تطبيقها وتنفيذها أو بشكل عام إدارتها لهذا المشاريع فهو مهمة من الناحية المالية أعرف موقف الدولة المالي ومن الناحية السياسية قدرة الحكومة على إدارة مشاريعها ومؤسساتها وتحقيق إراداتها ونفقاتها بشكل صحيح الاستثناءات على سنوية أو العفوان على وحدة الموازنة شيني الاستثناءات؟ أحنا قلنا الموازنة تقدم إلى مجلس النواب أو إلى السلطة التشريعية بوثيقة بوثيقة موحدة بوثيقة واحدة لكن أكو استثناءات استثناءات أنه تقديم موازنات استثناء على قاعدة وحدة الموازنة أنه ما تكون هذه الموازنات أو هذه المشاريع الموازنات اللي تعدها ما تتخذ ضمن الموازنة العامة من هذه اللي هي الحسابات الخاصة اللي تعد أموال تذهب إلى خزانة الدولة بس بنفس الوقت هي لا تعد إيرادات عامة ولا تعد نفقات عامة اللي هي مشاريع أو مؤسسات عامة مستقلة فهذه إيراداتها ونفقاتها تكون لها لا تخضع إلى الموازنة الدولة ولا تناقش من قبل مجلس النواب أو السلطة التشريعية في حال تحقيق فائض فهو تحتفظ به في خزانة الدولة وفي حال وجود عجز ممكن من خلال الفوائض اللي تحققت سابقا تعوضها وهذه استثناء على قاعدة وحدة الموازنة وبالمفهوم أو الفكر الحديث أكو توجه بتقليل هذه الاستثناءات ليش؟ لأن هي ما تخضع إلى رقابة السلطة التشريعية الموازنات الأخرى اللي هي موازنات مستقلة اللي هي موازنات منه المشروعات العامة ذات النشاط الاقتصادي اللي تتميز بشخصية معنوية يعني شركات القطاع الحكومي مثل شركة أدوية سامرة ممكن هذه نعتبرها تعد موازنات مستقلة هي تعد موازنات ويطلع عليها المجلس النواب لكن لكن لن يطلع عليها تكون هذه الموازنات مستقلة عن موازنات الدولة دون ما حاجة إلى نص تشريعي وقرد لك هذه الموازنات شنو الهدف أنه يتم أعدادها؟ أعدادها أو منحها الاستقلالي أيضا بعملها لمعرفة قدرتها على إدارة يعني أنا هسا عندي مشروع أطيته هذا المشروع أنه تميز ذاتي أنت من خلال ما تحقق من عائدات أنت تمول نفسك تعد موازنات مستقلة بيك الهدف أعرف أنه هذا المشروع قدرته على مواجهة المنافسة بالسوق قدرته على تحقيق عائدات أو أرباع خاصة به بدون دعم الدولة لكن هذا ما يمنع في حالة حصول عجز ممكن الدولة تقدم لععانة كأي مشروع قطاع خاص ممكن أنه الدولة الساعدة فهذه مشاريع الدولة منحتها الاستقلالية لهدف معين أنه معرفة موقفها المالي قدرتها على تحقيق النجاح بدون دعم الدولة قدرتها على مواجهة المنافسة وظروف السوق هذه الاستثناءات على قاعدة وحدة الموازنة ثانيا عدنا سنوية الموازنة الموازنة يتم إعدادها وتحضيرها وتصدرها المصادقة عليها بشكل من نفقات وإرادات بصورة دورية يعني أنا كل فترة اللي هي معروفة مدتها السنة كل فترة أنا لازم أعد موازنة بيها نفقاتي وإراداتي ما تحقق من المشاريع اللي أرغب أن أحققها أو أطورها أو أستمر بيها أو أطور بيها فإذا يتم إعداد الموازنة والمصادقة عليها من نفقات وإرادات بشكل دوري لفترة معينة وهي بالغالب مدة سنة منه اللي يتم إعداد هذه الموازنات طبعاً السلطة التنفيذية تقوم بإعدادها وتقوم بإعدادها وتقوم بتنفيذها وفق وفق ما تم المصادقة عليه من قبل منه السلطة التشريعية فهي تقوم بإنفاق ما تم اعتماده وتحصيل الإرادات اللي واجب أنه تحصلها لكن قد تكون هناك مشكلة شنية المشكلة؟ أنه أنا ممكن تنتهي السنة الموازنة يعني انتهت 2020 وعندي مستحقات نفقات ما أنفقتها وعندي إرادات ما قدرت أحصلها وانتهت السنة الموازنة الموازنة انتهت 2020 هاي المفروض شهر الـ 12 انتهت موازنة 2020 من يجي شهر الواحد 2021 إحنا لازم تقول عندنا موازنة 21 زيان أنا عندي عندي استحقاقات ما حصلتها عندي نفقات ما ما حصل ما حصلت عمليات الإنفاق بالوقت اللي المفروض أنه تنفق فهنانا عدنا طريقتين طريقة الأساس النقدي وطريقة أساس الاستحقاق شنن هي السنة؟ الطريقة الأولى اللي هي الأساس النقدي هنانا يسموها حساب الخزانة حساب الخزانة الأساس النقدي هو شنوه؟ حساب الخزانة هنانا شنوه؟ هنانا يتم الحساب هنانا الحسابات المالية الختامية من أجي أنا أقفل سنة 2020 هنانا يش أسجل بيها وفق حسابات الخزانة أو الأساس النقدي هنانا أساس ما تم انفاقه فعلا وما تم تحصيله فعلا خلال هذه السنة يعني أنا من أجي أقفل بشهر نهاية 31-12-2020 31-12-2020 من أجي انتهت عندي موازنة 2020 هنانا من أجي أحدد وفقا للأساس النقدي وحساب الخزانة ما تم انفاقه فعلا وما تم تحصيله فعلا من إيرادات أنا خلال هذه السنة كان عندي توقع لنفقاتي وإيراداتي لكن على أساس الأساس النقدي هنانا أنا بالحساب الخيط تامي من إجيت أنا توقعت شي بس من إجيت اللي تحقق فعلا أو ما تم انفاقه فعلا أو ما تم تحصيله فعلا هو هذا اللي راح أثبته هذا وفقا للأساس النقدي أما وفقا للأساس الاستحقاق أساس الاستحقاق اللي هو الطريقة الثانية هذه الطريقة الأولى هنانا لا هنانا أحدد المبالغ اللي التزمت الدولة بدفعها يعني هنانا ما تم انفاقه وما كان مفترض انفقه إضافة إلى الإيرادات اللي تحققها وفضلا عن ما المفروض كان يتحقق يعني هنانا اللي تم تحقيقه فعلا وإضافة إلى اللي كان مفروض وكذلك ما تم دفعه إضافة إلى ما كان متوقع يدفع يعني هنانا اللي كلمة متوقعته بالموازنة المفروض هنا نزله مو ما تحقق فعلا وممكن ممكن على مدنة لافة هذه المشكلة تضاف إلى الموازنة فقرة شنسمنيها مدة التسوية إنه أنا لا مو 31-12-2020 إهنانا تنتهي حساباتي بشكل نهائي لا أنا ممكن أضيف المشرع ممكن يضيف فترة اللي هي يسموها مدة التسوية شنو الهدف من عندها إهنانا أنه أنا ما أقفل السنة أو حسابات السنة المالية إلا بعد تسوية جميع الاتزامات والحقوق يعني إهنانا ما أعد حساباتي الختامية إلا بعد أنه أسدد ما بذمتي من مبالغ وما ممكن أحصله من مبالغ هذه الطريقتين قاعدة عمومية أو شمولية الموازنة الموازنة هنا لازم تكون موازنة تفصيلية شاملة لكل أبواب النفقات وكل تفاصيلها وكل أبواب الإرادات وكل تفاصيلها يعني أنا من أجي كبرلمان من أناقش الموازنة أنا ما حتكون عندي موازنة صافية الموازنة الصافية اللي هي شنية أنا فقط أحدد هل قد مبلغ الإرادات هل قد مبلغ النفقات نسيلا هاي النفقات شنو أوجوها أنفاقها هاي الإرادات اللي متحصلة مين حتجي إهنانا إذا كانت موازنة صافية برلمان ممكن يعرف ليش لأنني عندي فقط مبلغ إجمالي للنفقات ومبلغ إجمالي للإرادات لكن المعمول بي هي الموازنات الإجمالية يعني هنا أنا أنا أعرض الموازنة بكل تفاصيل الإنفاق وبكل تفاصيل الإراد طبعا المتوقع لأن قلنا الموازنة هي توقع لمدة عام إضافة إنه أكو قاعدتين تضاف إلى هذه القواعد اللي هي قاعدة شنوى عدم تخصيص الإرادات يعني الإرادات اللي أحصل عليها أنا كدولة أو أنا كحكومة هذه الإرادات أنا ما أخصصها يعني إذا أقول أنا فرضت ضريبة الدخل بنسبة 5% ضريبة دخل هذه الضريبة أو هذا الإراد هذا الإراد المتحقق لي من الضريبة أنا هنا أنا ما أحدد المشروع معين أو المؤسسة معينة أو القطاع معين لا هذا الإراد أنا كدولة أضيفة إلى مجموعة الإرادات الأخرى وأبدأ أوزعها على أوجه الإنفاق المختلفة فهنا الإرادات ما تخصص على عكس الاعتمادات اللي هي النفقات هنا أنا تخصص أنا أحتاج من أروح للبرلمان أو لسلطة التشريعية أنا كحكومة أريد مبلغ أنفقه لازم الببرلمان يعرف أنه هذا المبلغ شنو القصد من عنده وين حيروح تطوير مشروع إنشاء مشروع مشاريع استثمارية نفقات جارية تكون مخصصة مبلغ النفقة يكون مخصص لوجه أنفاق معين بس الإرادات المتحصلة ما تكون بها عمليات تخصيص قاعدة توازن الموازنة توازن الموازنة شنقصت بي يعني الإرادات تساوي النفقات إراداتي هنا لازم تساوي نفقات يعني ما حصل من إرادات لازم يغطي النفقات اللي عندي أو هذا المقصود بالمفهوم التقليدي كان لابد أن يكون توازن الموازنة وإذا تتذكرون المحاضرة السابقة أو اللي حتى المحاضرات اللي بالبداية يقلنا بالمفهوم التقليدي موازنات تتميز بصغر حجمها اللي يشتع أن الدولة هي دولة حارسة دولة ما لها دور بالنشاط الاقتصادي فلهذا نفقاتها تكون قليلة والإرادات أيضا قليلة وأفضل الموازنات اللي تتويز بصغر حجمها وكانت عندهم مشكلة المشكلة شنو لما تحقق أو يصير عندي عجز بالموازنة يكون الخطر أكبر مما لو كان عندي فعض عجز الموازنة شنو عجز الموازنة يعني النفقات أكبر من الإرادات ما هذا هذا شنو هذا عجز يعني أنا هنا النفقات اللي أنفقها كدولة أكثر مما متحقق لي من إرادات كدولة بهاي الحالة أنا شون حيصير عندي عجز بالموازنة لإرادات مدى يغطي النفقات فوفق المفهوم التقليدي هنا حتكون عندي مشكلة أكبر مما أنا لو عندي فائط ليش مشكلة أكبر لأن أنا هنا هذا العجز يعني شون أغطيه مين هوفر الأموال اللازمة لتغطية النفقات على مودة أعزز إراداتي يعتبرون من الطرق أنه ممكن الدولة تلجأ إلى الإصدار النقدي أو إلى الاقتراض وهذه يعتبرون من من المساوة أنه الدولة تلجأ إلى الاقتراض أو إلى الإصدار النقدي وفق المفهوم شنوة التقليدي ننتبه وفق المفهوم التقليدي ليش لأنني من حروح كدولة أقترب حنافس منوة حنافس القطاع الخاص وإذا أنابس القطاع الخاص هنا هتكون عندي مشكلة. ليش؟ لأنني عندي وفق المفهوم التقليدي الدولة هي دولة حارسة من الدولة حارسة إذا منه يقوم بالنشاط الاقتصادي يقوم بالقطاع الخاص ومن القطاع الخاص هو اللي يقوم بالنشاط الاقتصادي وأنا أجي كدولة زحمة على الأموال المعدة بالاقتراض أنا هنا القطاع الخاص حينسحب من النشاط الاقتصادي أو حيقل دوره بالنشاط الاقتصادي هنا حصير عندي مشكلة ليش لأنني دولة حارسة أنا ما أقدر أعوض النقص اللي صار بالقطاع الخاص من حيث تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات لأنني مو دولة منتجة أنا دولة حارسة فهنا منه حيتأثر النشاط الاقتصادي وكذلك احتياجات المجتمع حتتأثر فهنا لهذا كانوا يفترضون أنه موضوع الاقتراض موضوع ما ممكن أو ما المفروض ما مستحيل وإنما المفروض الدولة متى تجأ إلى الاقتراض لأنها تأثر على المجتمع وعلى القطاع الخاص وتأدي إلى انحسار دوره وتقليل نشاطه زين إذا الدولة اللجأت إلى الإصدار النقدي الجديد هنا أنا يعتبرون هم أكو مشكلة ليش الدولة من حظ ضخ أموال الدولة ما عندها مشاريع على مود مثلا هاي الأموال تضخ كأجور وكرواتب أو كشراء سلع استثمارية أو عمليات بناء لا هنا أنا حيصير ضخ للأموال بدون نشاط اقتصادي حصير عندي مشكلة تضخم حصير عندي ارتفاع بالأسعار إذن هذه الطريقة أيضا ما ممكن تجأ إلى هالدولة ليش لأن هنا أنا حتى حتى تأثر سلبا على النشاط الاقتصادي هذا وفق المفهوم التقليدي أما وفقا للمفهوم الحديث لا هنا أنا مفق المفهوم الحديث لا الدولة ممكن توازن الموازنة قد يكون ضروري في بعض الأحيان في بعض الأحيان عفوا خلي يكون عندي عجز إذا كان عندي انكماش بالاقتصاد يعني هنا أنا أريد أحفز الاقتصاد أريد أضخ أموال للاقتصاد هنا شأسوي آني في حال حصول انكماش للنشاط الاقتصادي هنا أنا أضخ أموال أزيد طلب مني زيد الطلب حيصير أكو حافز على إنتاج السلع ليش لأن أكو طلب على هاي السلع فممكن أعالج مسألة الانكماش من خلال زيادة أنفاق وتقليل الضرائب في حالة ممكن أنا كدولة ما يصير عندي توازن ممكن يكون عندي فائض فائض يعني إراداتي أكبر من نفقاتي متى؟ أفوا في حال أنه تكون إراداتي أكثر من نفقاتي في حال أنه أنا أريد أكتضخم بالاقتصاد أريد أسحب جزء من هذه الأموال اللي موجودة بالاقتصاد من خلال من خلال زيادة ضرائب وقل الانفاق حيصير عندي فائض اقتصادي هاي محاضرتنا لهذا اليوم وإن شاء الله تكون واضحة بالنسبة لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا